حوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية سينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة رامي هل اكتفينا بما جاء في تقديمة هذه الحلقة وهذه المتابعة وهذه الأخبار المقتبسة بأنها تقدم دانا مشهدا شافيا لما يدور في الولايات المتحدة؟ مرحبا تامر نعم إلى حد كبير هي تقدم المشهد أو أجزاء كبيرة من المشهد الانتخابي الأمريكي ونحن أصبحنا على مقربة بالفعل من الانتخابات الأمريكية التي بدأت أصداؤها وبدأ الإحماء لها مبكرا جدا هذه المرة والتي ستعقد في نوفمبر المقبل عام 2024 بالفعل بايدن قلق جدا من تراجع شعبيته في ولايتين مهمتين نتحدث هنا عن ماشيغن والولاية الأخرى هي ولاية جورجيا ولايتان من الست ولايات المتأرجحة والتي ترجح بنسبة كبيرة من الذي سيسكن البيت الأبيض إذا ما كانت شعبية بايدن متراجعة في هاتين الولايتين فيبقى أمامه فقط أربع ولايات أخرى قد يكون له فرصة فيها مثل ويسكاونسن وبينسلفينيا ونيفادا هذه الولايات ربما يعول عليها بايدن أكثر من ماشيغن وجورجيا في ماشيغن الغضب من العرب الأمريكيين واضح جدا واتضح أكثر عندما صوت أكثر من مائة ألف شخص أو مائة ألف صوت في الانتخابات في ماشيغن انتخابات التمهيدية الحزب الديمقراطي بغير ملتزم في رسالة واضحة لبايدن عن عدم رضاهم عن السياسة الأمريكية وسياسة بايدن بالتحديد تجاه الحرب في غزة في جورجيا أيضا الموقف ربما يختلف قليلا هناك نسبة أقل من العرب الأمريكيين من نظيراتها في ماشيغن ولكن هناك أيضا كان هناك تجمع للقساوس الأمريكيين السود الذين تظاهروا قبل عدة أسابيع وأعلنوا أنهم قد لا يؤيدون الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات المقبلة إذا استمرت سياساته المنحازة تجاه إسرائيل في حربها على غزة ولماذا تصاوص السود إذا؟ موقفا حرجا هنا السود الأمريكيين في جورجيا أصبحوا يشكلون نسبة كبيرة في التركيبة الانتخابية لجورجيا جورجيا إذا ما تتبعنا تاريخها الانتخابي سنجد أنها حتى عام 2016 ظلت من عام 1996 وحتى عام 2016 تصوت للمرشحين الجمهوريين في الرئاسة نظرا لغلبة العنصر الأبيض الريفي على هذه الولاية ولكن مع تغير التركيبة السكانية بالتدريج والتي وصلت إلى ذروتها في عام 2000 من هجرة السود الأمريكيين من خارج الولاية إلى داخل الولاية بدأوا يشكلون كتلة انتخابية مهمة بالإضافة إلى المهاجرين من أصول لاتينية الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية واستقروا في جورجيا نظرا لانخفاض مستوى المعيشة فيها أو انخفاض تكلفة المعيشة فيها أدى ذلك إلى تغيير التركيبة السكانية وأصبع نحل لهؤلاء صوت مرجح مما جعلهم في انتخابات عام 2020 يحولون اتجاه الولاية التي صوتت للرئيس الحالي جو بايدن لتدخل جورجيا بشكل رسمي ضمن الولايات المتأرجحة في الانتخابات المقبلة عام 2024 والأمر رجع إلى سببين يعني إذا سألنا عن لماذا القساوس السود أولا هناك تقصير كبير من جانب الإدارة الأمريكية في حقوق الأمريكيين السود خاصة في جورجيا وفي عموم البلاد وهذا ملحوظ بين أوساط الأمريكيين من أصول أفريقية بالإضافة إلى الموقف الذي ذكرناه وهو الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في حربه على غزة والذي حرك أيضا المياه الركدة في جورجيا وأدى إلى هذا الموقف من جانب الأمريكيين السود هناك نعم بخصوص جورجيا أنت تحدثت بأنها من الولايات المتأرجحة في عادتها في التصويت كانت تصوت لصالحي من؟ في عادتها كانت تصوت جمهوريا من عام 1996 إلى عام 2016 أي على مدار عشرين عاما تصوت للمرشح الجمهوري حتى عندما ترشح الرئيس الأمريكي الأسبق الديمقراطي بارك أوباما في عامي 2008 و2012 لم يغرهم هذا لم يغرهم خطاب أوباما المعصول ذو الكاريزما والشخصية القوية وانتخبوا أيضا المرشح الجمهوري المنافس آنذاك ولكن تحويل التركيبة السكانية لولاية جورجيا ولسكان جورجيا جعلتهم يتحولون ديمقراطيا إلى اللون الأزرق في عام 2020 وإذا وضعنا في الاعتبار ربي هل هذا تحول سكاني أو تحول في مزاج الناخب الأمريكي؟ أي تحول تقصد؟ كلا هما معا هو تحول في مزاج الناخب الأمريكي ضد ترامب بعد أربع سنوات عاشها الأمريكيون في حالة من الاستقطاب السياسي وبعض الضجة التي أحدثها ترامب بالإضافة إلى خلو إدارة ترامب من أي ممثل للأقليات إدارة ترامب لم يكن فيها أمريكيين من أصول إفريقية لم يكن فيها أمريكيون من أصول أسيوية أو لاتينية هذا جعل تحالف الأقليات في جورجيا بالإضافة إلى بعض البيض يشكل قوة في ظهير الحزب الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري أو دعني أقول لك بالتحديد ضد دونالد ترامب مما جعله يخسر جورجيا في انتخابات 2020 لصالح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هذاني التغييران في الحقيقة التغيير في التركيبة السكانية التي شكلت تحالفا من الأقليات انتخب بايدن أو صوت لبايدن بالإضافة إلى تغير المزاج العام نتيجة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب من وجهة نظرهم لم تكن تعنى بالأقليات على الأقل حتى على مستوى وجود نماذج منهم في الإدارة أدى ذلك إلى تغير المزاج العام في جورجيا وتحولها إلى اللون الأزرق في عام 2020 ولا تزال جورجيا رقما صعبا سواء على الجمهوريين أو الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل الوقت ضاغط وسأدمج سؤالين في هذا السؤال أنت تحدثت كما تحدثت التقارير بأن شعبية جو بايدن في تدني هل في المقابل يعني أن شعبية دونالد ترامب في ارتفاع وأستند في ذلك إلى هذا السؤال نيكي هيلي ومايك بينس أعلن أنهم لن يذهب إلى التصويت لصالح ترامب أين يقع ترامب في هذه المعادلة ترامب لديه شعبية كبيرة في الشارع الأمريكي ما بين الجمهوريين المحبذين للنموذج الجديد من الحزب الجمهوري هناك نموذجان نموذج يمثله مايك بينس ونيكي هيلي وهو الحزب الجمهوري التقليدي مثلما كان رولاند ريجان ومثلما كان جورج بوش ووالده جورج بوش الأب وهناك النموذج الجديد للحزب الجمهوري الذي وضع أطره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هؤلاء المحبذين للنموذج الجديد وأنصار حركة ماجا فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا هم من يؤيدون ترامب ولكن النسبة الأخرى التي لا تريد ترامب من الجمهوريين والتي انتخبت نيكي هيلي أو صوتت نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى أين ستذهب في الانتخابات العامة هذا هو السؤال المهم هذا هو السؤال الذي إذا ما استطعنا الإجابة عنه سنعرف من هو ساكن البيت الأبيض المقبل هذه النسبة ستتوزع بين ثلاث شرائح لا رابعة لهم الشريحة الأولى سوف تنتخب المرشح الجمهوري أيا كان حتى لو كان ترامب نتيجة هذا الالتزام أن المجموعة الثانية ستصوت ربما تصويتا عقابيا ضد ترامب لتذهب لتصوت إلى جو بايدن وهذا قد يكون مستبعدا في بعض الأحيان أن يتحول جمهوري إلى ديمقراطي والشريحة الثالثة وربما هي الأقرب إلى التحقق هم المقاطعون الذين لن يذهبوا إلى التصويت مثل نيكي هيلي ومثل مايك بينس ولن يمنحوا أصواتهم لترامب وفي الحالتين الأخيرتين سواء صوتوا لبايدن أو لم يصوتوا لترامب فهذا لن يصب في صالح ترامب في الانتخابات العامة بأي حال من الأحوال هذا هو رامي جبر مراسل القاهرة شكرا لك إذ كنت معنا من واشنطن